الشعب التونسي اللي عملوا النهاردة وانحياز الجيش التونسي وفي نفس الوقت كلام الرئيس عن النهب والسلب والمليارات اللي سرقوها وطلعوها يا اخر مش عارف مليارات في لبنان ومرياء هو العالم العربي ده مفيش غير لغة السلب والنهب فيه هي النخبة دي سواء كانوا كذا أو كذا وعشان كده حقيقة الواحد يعني الواحد بيعز الرئيس السيسي لما بتحس انه دم محروق دم محروق الحقيقة على مظاهر لا تتوازى ولا تتواكب مع التطلعات اللي احنا بنعملها لبكرة وبعده لكن الناس لازم تتعلم الدروس التجربة المصرية خير درس للجميع كيف استطاع الرئيس ان يلملم الشتات ده كيف استطاع ان يتحمل مشاكل وازمات كتيرة جدا بعض الناس يقولكم ايه يا جباح انتوا بتطبلوا كتير والله والله هو الدفاع عن الوطن تطبيل طب ما تيجي انت وقاجي انا ويجي غير ويجي غير ويجي غير انزل للشارع وشوفوا الشارع واسمعوا صوت الشارع وشوفوا التغيير اللي حصل في مصر وشوفوا الانجازات اللي حصلة في مصر وشوفوا التحديات اللي بتواجهنا في كل الاتجاهات وشوفوا رئيس الدولة بيدير نسألها بزي والله العظيم أنا كنت بتكلم مع سيد سامي شرف وبنا يديره الصحة من ساعة قبل ما أدخل للستيديو بقول لي يا مصطفى الرئيس النهاردة بعتلي مندو وبيسأل عليه يا أخي هذا الرجل والوفاء اللي فيه والإنسانية اللي فيه عارف أني أنا بمستشفى تحرك جاني الرجل يقول لي أي خدمة أنت عايزة ما بينساش التاريخ اللي ما بينساش التاريخ اللي مخلص الوطن واللي ما بعرفش ينام ووطن وموجوعه ومشاكله كتيرة لا يمكن يكون إلا وطني وطني حب البلد أنت عايزني بعد واحد بيحب البلد وبيضحي وما بينامش وملوش أجازة زينا وفي الأعياد كل يوم ماشي في المحاور الرايح جاي ويوم الجمعة أنت قاعد حضيتك نايم في بيتك وهو طالع وتشوف مصر تحس إنها مش مصر حاجة التانية بتتغير والله أي حد جاي من برا بيقول لي إيه ده مبارح كان معي أخ صديق عادل حنفي من السعودية نائب رئيس الجالية السعودية المصرية في السعودية بيقول لي إيه ده إلا أنا ما شوفه ده أنا كل ما جاء يزيارة على الدنيا اختلفت تماما لازم لازم نعقلها نعقلها إحنا كبلد النهاردة بقينا تجربة ملهمة للجميع واللي كانوا يتهمونا بإن إحنا قمنا بانقلاب في 3 يوليو هم فين طب اللي حصل في تونس ده إيه ده مش أكد لكم برضو إن دول مش هيتغيروا في أي مكان وإن مشروعهم فاشل 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 وإنهم يريدون الدولة يريدون الأخوانا ولا يريدون الدولة يريدون الجماعة ولا يريدون الأوطان مين اللي قبل بدأ مين احنا نتمنى كل القوى السياسية تكون موجودة بس تكون موجودة في إطار وطني يدافع عن البلد مش يتآمر على البلد الدين لله والوطن للجميع وأخطر شي إنك توظف الدين لحساب السياسة أخطر شي أو توظف السياسة لحساب الدين لا مفحش انت في دولة مدنية حديثة لها قيمها ولها فئاتها المتعددة وفي نفس الوقت الدين ديننا دستور ده موجود لمنزل الشارع واتكلم باسم الدين وأنا بمارس بفساد وبقتل الناس باسم الدين ودمر منشآت باسم الدين عن أي دين أنت تحدث أنت أول من نسيء للدين لازم يبقى عندنا يقين تماماً أن ما حدث في تونس سينعكس على كل شيء مش في تونس في العالم العربي وأن ما حدث في تونس يؤكد أن الرئيس عفتا حسيسي لما كان قائد عام للقوات المسلحة واتخذ الخطوة دي كان بيأخذها استناداً إلى مصلحة الوطن وليس نكاية في حزب سياسي ده يوم ثلاثة يولو يطلب منهم قال لهم تعالوا وعودوا جنب حزب النور ورفضوا أدم أكتر من إنذار من تمانية ديسمبر هو بيأدم إنذارات لم يستمعوا نفس اللي عمله الرئيس قيس سعيد وعشان كده ما حدث في تونس يلقى رد فعل إيجابي واسع في العالم العربي كله وفي تونس وستعود تونس وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر والقدر استجاب لما أطلقه أبو القاسم الشابي كلنا شعب عربي واحد كلنا أمة واحدة وستعود أمة محدة رغم أن في المستعمر ورغم أن في الكارهين ورغم أن في المتعمرين